اشتركوا في القناة الابليكيشنز اللي على الاسبسيفيك فورس تمام؟ طيب اول ابليكيشن عندنا على الاسبسيفيك فورس اللي هو الجزء اللي ايه اللي بيعدي من تحت اللي ايه البوابات الغرض من وجود البوابات دي في الابن شانل ان انا ايه هعمل بيها حاجتين لانما عل بيها الهوت الليفل في الجزء الابستريم عشان عاوز المنصوب ده يزيد عشان هعمل بيه حاجة معينة عشان نروب بيه قرارات زراعية وهكذا او ان انا هتحكم في كمية الديستشارج اللي هتعدي الناحية التانية تمام؟ طيب نتيجة لكده ان انا بيبتدي يحصل ايه ضغيرة كده عندي في ايه لما المية تعدي من تحت الجيت لو فاكرين المرة اللي فاتت لو انا عندي جيت بالمنظر ده ودي الجزء اللي فيه الابن شانل عندي طيب ده سطح المية قولنا المرة اللي فاتت ان سطح المية قبل الجيت بيبتدي يزيد لو فاكرين بالايه لو هو عندي ميلد سلوب يبقى ده بيبتدي يطلع بالم وان كاف تمام طيب بعد كده فتحة البوابة دي بقول عليها اللي هي ايه الدي تمام طيب بعد كده بيحصل حاجة عندي ايه اسمها فينا كونتراكت اللي هي بنقول عليها ان الارتفاع اللي موجود عندي ده عبارة عن ايه ال سي سب سي في الدي تمام طيب بعد كده عندي في ارتفاعين في عندي الميا كانت ماشية بي سرعات كبيرة عاوزة تطلع ليه ديبس معين هنا فوق اللي هو اكبر من الواي كريتكل اللي هو عبارة عن ايه سب كريتكل فلو تمام طيب من سب كريتكل فلو لسب كريتكل فلو يبقى لازم يحصل ايه لازم يحصل عندي هيدروليك دروم يبقى انا عندي الديبس اللي موجود عندي هنا ده هقول عليه اللي هو واي وان والديبس اللي موجود هنا ده هقول عليه اللي هو واي تو طيب الواي كريتكل هو حاجة ما بين الاتنين دول. يبقى الدبس ده هو عبارة عن ايه? تمام? طيب. العمق المية اللي موجود اوبستريم. الجيت اللي موجودة عندي ده بقول عليه اللي هو ايه? الواي اوبستريم. تمام? في مشكلة? طيب. الفري جيت دي بتحصل امت? بتحصل طول مقيمة الواي وان دي. هي الواي وان دي اللي حاكماني. طول مقيمة الواي وان دي ما بين قنطين. ما بين السي سب سي في الدي ومين? الواي كريتكال. يبقى انا عندي الفري جيت دي الكونديشن بتاعتها ان الواي وان هتكون اكبر من او تساوي السي سب سي في الدي واقل من مين? من الواي كريتكال. تمام? طيب. انا دلوقتي عندي اللي هو السيكشن بتاع الواي ابستريم والسي سب سي في الدي. هروح اسمي السيكشن ده وليكن ستار. والسيكشن التاني ده هقول عليه ان هو دبل ستار. تمام? طيب. ليه ما قلتش على ده واحد وده اتنين عشان الناس ما هتلغبتش بالووتر ديبس واحد وووتر ديبس اللي هو اي. دول عبارة عن الكونججيه الصح. اللي هو بيحصل عندهم الهيدراليك جمب. تو ديبس ازاي مستبيك فورس فورجاي ستار صح? وحصل عندي هنا ايه الهيدراليك جمب اللي ما بينهم. واحد كان في السوبر كريتكال طلعه للس게요. طيب. هروح عامل ايه? يبقى كل اللي انا هعمله ان انا هاابلاي برنوللي اكواشن دي ما بين ايه. اللي هو الستار والسكشن اللي هو عبارة عن ايه? دابل ستار. طيب يبقى انا عندي هنا ايه? الواي ابسترين زائد مين? زائد الفي ابسترين سكويرد على الاتنين دي. اللي هو السرعة اللي موجودة هنا. الكلام ده ايكوال ايه? السي سب سي في الدي. زائد مين? الفلوستي اللي هو عند السكشن اللي هو السي سب سي في الدي. على مين? على الاتنين دي. تمام? طيب. مش قبل الجيت دي المية عندي بتبتدي تزيد? طب كل ما الووتر بيزيد كل ما بيحصل عندي ايه? الاريا بتزيد. طب سابت يبقى الفلوستي بيحصل لها ايه? الفلوستي لازم تقل. وبالتالي انا اقدر اقول ان الفلوستي دي قيمتها صغيرة يبقى انا هعمل ايه? للفلوستي دي. تمام? حد عنده مشكلة? طيب. ومن هنا اقدر احسب ايه? السرعة عند السكشن اللي هو السي سب سي ايه? في الدي. يبقى من هنا اقدر اقول ان السرعة عند السكشن اللي هو السي سب سي في الدي بتساوي ايه? سكوار روت اتنين دي مضروف في مين? الواي اب ستريم مينس السي سب سي في الدي. تمام? طيب. الافلوستي دي كنا بنقول عليها ان هي الايه? الافلوستي. صح? طيب انا عاوز اجيب الافلوستي بتساوي ايه? السي سب دي مضروفة في مين? في نفس التورمي ده اللي هو الاتنين دي في واي اب ستريم مينس السي سب سي في مين? في الدي. حد عنده مشكلة? طيب. هو الاريا عند السكشن ده. عبارة عن ايه? لو انا اشغال الجيس دي على ركتانجلر كروس سكشن. ركتانجلر او كروس سكشن. يبقى الاريا عندي هتساوي ايه? هنا عند السكشن ده. مش انا جبت الفلوستي عند السي سب سي في الدي. صح? انا عاوز اجيب في الاخر. يبقى الاريا في الفلوستي. يبقى انا جبت الاريا الاكترل عند السي سب سي في دي. اللي هي هنا هدربه في مين؟ في الاريا. طيب الاريا بتساوي ايه? في يبقى ال سي سب سي في الدي مدربه في مين في البي. طيب. طيب. يبقى من هنا مش اقضuku اجيب الديسارج صح? مش انا عندي الفلوستي وعندي الاريا. يبقى قيمة الديسارج هتساوي ايه? يبقى الديسارج هيساوي الاريا في البي اك نشر ما كانوا ايه؟ الارية الـ C sub C في الـ D مضروبة في الـ B الكلام ده مضروب في مين؟ في الـ V actual اللي هو الـ C sub V في جزر 2D في مين؟ Y upstream minus الـ C sub C في الـ D تمام؟ طيب هو مش الـ discharge ده ممكن نشيله وحط مكانه ايه؟ الـ Q في الـ B لانه هو rectangular أو very wide cross section يبقى ممكن نشيل ده وحط مكانه الـ Q مضروبة في الـ B صح؟ طيب هيا مش الـ B دي هتروح مع الـ B دي يبقى الـ B دي هتروح مع الـ B دي مضبوط؟ طيب يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ الـ C sub C مضروب في حاجة اسمها الـ C sub V كنا بنقول حاصل ضرب الـ 2 دول اللي هو عبار عن ايه؟ الـ C D الـ C D اللي هو الـ discharge coefficient تمام؟ اللي هو الـ C sub D يبقى مش من هنا قادر اقول ان الـ discharge الـ actual اللي ماشي عندي بيساوي مين؟ الـ C sub D مضروب في الـ D في جزر مين؟ اتنين جي في الـ Y upstream مينس الـ C sub C في مين؟ في الـ D حد عنده مشكلة؟ يبقى هو ده القانون اللي بابتدي استخدمه في حالة الـ A الـ free gate تمام؟ في ايه مشكلة؟ طيب لو جي قالك ان انا عاوز احسب الـ force اللي موجودة على الـ gate يبقى الـ F اللي موجودة على الـ gate هبتدي عامل ايه؟ هطبق المومنتم هطبق المومنتم صح؟ طب عشان اطبق المومنتم يبقى لازم اخد حاجة اسمها control volume اخد جزء من المية والجزء ده هو اللي هبتدي ادرسه طب جزء المية اللي انا هاخده هاخد الجزء ده كده تمام؟ يبقى هو ده الجزء اللي هبتدي ادرسه ايه؟ عشان احسب الـ force اللي موجودة على الـ gate طيب يبقى انا عندي الـ control volume اللي هبتدي اشتغل عليه هيكون عندي حاجة بالمنظر ده تمام؟ طيب هو ديبس المية هنا كان كم؟ وي upstream طيب ديبس المية هنا C sub C في الـ D طيب الفيلوستي اللي موجودة هنا هي الـ V upstream صح؟ طيب الفيلوستي اللي موجودة هنا اللي هي الفيلوستي بتاعت الـ C sub C في الـ D وفيه عندي هنا ايه؟ الفورس بتاعت الـ gate تمام؟ طيب هو مش نتيجة ان انا عندي عمق ومية بالمنظر ده يبقى فيه توزيع pressure يبقى عندي هنا مين؟ F1 وهنا نفس الكلام هيكون فيه عندي توزيع للـ pressure يبقى هنا عندي مين؟ F2 صح؟ فيه مشكلة؟ طيب هو المومنتم كنا بنقول ايه؟ ان سيجما الفورسز في ايه اتجاه بتساوي ايه؟ الـ rho في الـ Q في الـ V out منس الـ Vn مين الـ V out؟ الـ C sub C الفيلوستي عند الـ C sub C في الـ D منس الـ Vn اللي هي الـ V up طيب هو ايه الفورسز اللي موجودة عندي؟ أنا ده اللي اتجاه الموجب يبقى الـ F1 مينس F2 مينس الـ Fd بتساوي مين؟ الـ Rho اللي هي عبارة عن ايه؟ غاما على الـ G مضروبة في الـ Q مضروبة في ده اللي هوم شا قدر اقول الـ Q على الـ area عند الـ section بتاع الـ C sub C في الـ D مينس الـ Q على مين؟ على الـ area بتاعت الـ section اللي هو ايه؟ الـ upstream طب هو الـ F1 والـ F2 ده اللي هو عبارة عن ايه؟ مينس الـ H bar الـ area في الـ H bar اللي هو الـ hydrostatic pressure force صح؟ يبقى أنا دلوقتي عندي الكلام ده اللي هو الـ F1 اللي هي عند الـ section upstream والـ F2 عند الـ section اللي هو موجود هنا بتاع الـ C sub C في الـ D مضبوط؟ طيب هو أنا مش ممكن اودي الـ F gate دي الناحة التانية وأجيب دول هنا مضبوط؟ يبقى أنا دلوقتي عندي ايه؟ الـ F gate هتساوي مين؟ أنا دلوقتي وديت ده الناحة التانية الـ F gate وجبت ده هنا يبقى الـ F1 بلس القيمة دي صح؟ يبقى الـ F1 دي اللي هي عبارة عن ايه؟ يبقى gama في الـ area عند الـ section اللي هو الـ upstream في الـ H bar upstream زائد مين؟ يبقى gama في Q تربيع على الـ G في الـ area بتاعت الـ section اللي هو الـ upstream واقف القز ده صح؟ زائد مين؟ ما اسمين؟ الـ F2 صح؟ اللي هي عبارة عن ايه؟ يبقى gama في الـ area عند الـ section اللي هو بتاعت الـ C sub C في الـ D في الـ H bar عند الـ section اللي هو الـ C sub C في الـ D مظبوط زائد مين؟ يبقى gama في Q تربيع على الـ G في مين؟ في الـ area عند الـ section اللي هو الـ C sub C في الـ D طيب هي القيمة دي اللي هي ايه؟ الـ specific force يبقى انا عندي الـ F gate هتساوي ايه؟ الـ specific force عند الـ section اللي هو الـ upstream مين؟ الـ specific force عند الـ section اللي هو بتاع الـ C sub C في الـ A في الـ D يبقى ده القانون التاني اللي هو قدر استخدمه عشان اجيب الـ force اللي موجودة ايه؟ على الـ gate اللي موجودة عندي حد عنده مشكلة؟ طيب هو ايه اقصى ارتفاع للبوابة ممكن اعملها؟ هو ايه اللي بيحصل عندي؟ انا دلوقتي عندي الـ D دي كان قمتها صغيرة كل مفتح الـ gate الـ gate الـ gate الـ gate هو سيبقى ثابت الفكرة كلها في السرعات صح؟ السرعات عندي هتبتدي ايه؟ تبتدي تتغير تزيد او hear انا دلوقتي عندي مين؟ D طيب دي دي كل شوية عملا تزيد ما هايحصل عندي؟ الواي أبستريم هتقل بعيدا عن الواي أبستريم ان المايا دي الكيرف ده خلاص ايه جاي نتيجة وجود الجيت الجيت كده كده موجودة تمام فهذا ما لهاش علاقة طيب لان انت عملت حاجة بتعوق المايا ساعتها الكيرف ده مش هيبقى موجود امتا لو انت فتحت دي خالص اكن المايا دي مفيش اي حاجة بقاملها تمام طيب انا عاوز اقصى فتحة للبوابة بحيس ان الجمب عندي ده يكون او الجيت بتاعتي تكون فري جيت فري جيت يعني الجمب ده مش لازق في الجيت اللي عندي بعدها بشوية طيب ايه اقصى قيمة لفتحة البوابة طيب هو كل ما بفتح ده ايه اللي بيحصل كل ما الهيدروليك جمب بتقرب ناحية البوابة معنى ان الهيدروليك جمب بيقرب ناحية البوابة ان قيمة الواي وان دي دي بيحصل لها ايه بتقل بتقل هتفضل تقل 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 صح طيب لحد امتا لحد ما توصل للسي سب سي في الدي لو قلت عن كده يبقى الجمب اللي هيحصل عندي يبقى اسمه حاجة اسمها سب مرج الجمب ان الجمب هيبقى ايه لازق في البوابة لكن الكيس اللي تجيب لك ان الجيت بتاعتك تكون فري جيت او الجمب عندك يكون فري هيدروليك جمب ان الواي وان دي تكون بتساوي مين؟ السي سب سي في الدي يبقى انا عندي حاجة مهمة ان الدي ماكسمم عندي هتحصل لما الواي وان هتساوي مين؟ السي سب سي في الدي يبقى دي اقصى فتحة للبوابة تحقق لي ايه؟ ان الجمب عندي يكون فري جمب او ان الجيت عندي تكون ايه؟ فري جيت تمام؟ حد عنده مشكلة؟ طيب لو فتحت الجيت عندي اكتر من كده ايه اللي هيحصل؟ الجمب هيلزق في الايه؟ في البوابة فيحصل الكيس بتاعت ايه؟ السب مرج الجمب تمام؟ طيب السب مرج الجمب دي انا عندي الارتفاع ده هو هو مين؟ الواي ابستريم طيب الفتحة بتاعت البوابة دي دي اللي هي عبارة عن الدي والطول من هنا لهنا ده عبارة عن ايه؟ ها شباب اللي هو وليكن هتكون واي داش اللي دي بتساوي مين؟ السي سب سي في الدي تمام؟ طيب الارتفاع اللي موجود هنا ده هقول عليه واي وهنفهم ليه دلوقتي تمام؟ حد عنده مشكلة؟ طيب في الكيس اللي موجودة عندي دي يبقى الكيو اكتر والتساعتها هتساوي ايه؟ الكيو اكتر والتساوي السي سب دي مضروبة في الدي في جزر مين؟ اتنين جي في الواي ابستريم زي ما هي مينس مين بقى المرة دي؟ مينس الواي اللي هو الارتفاع ده مينس الواي يبقى ساعتها ده القانون بتاع الايه؟ ان الكيو اكتر والتساوي سي سب سي السي سب دي في الدي في جزر اتنين جي الواي اللي هي موجودة ابستريم البوابة مينس مين؟ مينس الارتفاع المية ده اللي هو مين؟ اللي هو الواي طب الاختلاف ما بين الاتنين ان هنا ده كان سي سب سي في الدي هنا ده بقى مين الواي؟ الكنترول فوليوم هيكمل اللي هو الجزء ده هياخد الجزء ده كده هنشوف ده دلوقتي تمام؟ طيب دلوقتي عشان ابتدي احسب الفورس اللي على الجيت يبقى الفورس اللي على الجيت هتكون عندي بالمنظر ده يبقى فيه فورس هتتجون على الجيت اللي موجودة عندي تمام؟ طيب لو جيت طبقت هيديك نفس الايه؟ نفس الايكواشن اللي موجودة عندك اللي هي ان الاف جيت هتسوي الاسبسيفيك فورس عن السيكشن ابستريم وي مينس السيكشن اللي موجود في الداون ستريم بس بقى فيه هنا حاجة ايه هي ان انت عندك الكنترول فوليوم بتاعك بقى حاجة بالمنظر ده ان ده الكنترول فوليوم اللي موجود عندي تمام؟ طيب ده هيفرق معايا في ايه؟ بص معايا عند السيكشن رقم اتنين اللي هو السيكشن ده فيه جزء فيه اللي هو الواي داش اللي هو السي سب سي في دي ده اللي فيه حركة المية بتتحرك لها في لوسط معانا طب الجزء اللي فيه زي ايه زي الهوى ده تمام؟ الجزء ده ما بيتحركش طب ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا في مين؟ في الاكوشن بتاعت الاسبسيفيك فورس مش الاسبسيفيك فورس مجموح حاجتين؟ هيدروستاتيك بريشر فورس ومومنتم فورس الهايدروستاتيك بريشر فورس هو الطول اللي موجود عندي كله طب المومنتم فورس هو الجزء اللي بيحصل فيه حركة بس فيه لوسطي صح؟ يبقى بالتالي الفورس اللي على الجيت هتساوي مين؟ هتساوي يبقى الجزء اللي هو الابستريم يبقى انا عندي جاما في الاريا ابستريم في الاتش بور ابستريم بلاس مين؟ يبقى الجاما في كيو تربيع على مين؟ على الجي في الاريا ابستريم هل حصل اختلاف ما بين ده وده؟ لا لسه تمام؟ طيب مين؟ اللي هو موجود في الداونستريم طب هو انا عندي مجموع حاجتين هيدروستاتيك بريشر فورس ومومنتم فورس الهايدروستاتيك بريشر فورس هو مين؟ الطول ده كله اللي هو الواي صح؟ يبقى انا عندي دلوقتي يبقى جاما في الاريا اللي هي بتاعت الواي في الاتش بور اللي هي بتاعت الواي انا بسمي ليه بالوتر ديبس عشان الناس ما تطلقبطش؟ تمام؟ عشان لما بيجي تعوض تعوض بالوتر ديبس ده طيب بعد كيهة ابلاص مين؟ الجزء اللي حصل فيه حركة يبقى جاما كيو تربيع على الدي في مين؟ في الاريا طب الاريا دي بالمرة دي بتاعت مين؟ الجزء اللي فيه حركة طب انه ول여ه فيه حركة اللي هو الجزء الطول اللي تحت ده بس يبقى ده اللي هو الاريا بتاعت الواي داش او الـ سي سبسي في الدي تمام? يبقى الفرق الوحيد ان انا عندي هنا. ده جاي من الارتفاع ده كله. تمام? طيب. المومنتم فورس جاي من الطول اللي فيه حركة. طب فين الطول اللي فيه حركة هو ده? اللي هو الواي داش او ال سي سب سيفت دي. طب الجزء اللي فوق ده جزء ثابت ما بيتحركش نتيجة ان الايه? حصل عندي ايه? سب ميرج جنب. حد عنده مشكلة? ها? تمام? طيب. الابليكيشن اللي عندنا اللي هو بتاع التاني لو انا عندي كونكريت بلوكس. طيب. كونكريت بلوكس ده عبارة عن ايه? لو انا عندي دي اللي اللي عندي. تمام? طيب. وابتدى يحصل عندي وليكن جنب بالمنظر ده. طيب. وجيت حطيت بلوك هنا بالشكل ده كده. وهنفهم استخدامات البلوك دي قدعم. طيب. يبقى ساعدها ايه? لو انا حاوز اجيب الفورس اللي علي البلوك دي. هقول عليها r. تمام? مش فيه عندي هنا y1 وهنا y2. يبقى فيه specific force 1 والasse давай prestigious force 2ui. specific force 1 في الاتجاه ده. institutionswo في الاتجاه ده. يبقى انا عندي في الاخر ان ال switched force 1 هتسوي مين? الا specific force 2 زائد مين? زائد ال r. من هنا ممكن اجيب الار قيمة الار اللي هو الفورس اللي موجودة ايه? على البلوكات اللي انا حطيتها. استخدامات البلوكات دي بنستخدمها ايه? عشان اخلي الهيدروليك جمب بتاعي يحصل في منطقة قريبة. طب ده بنستخدمه امتى? لو انا عندي سد. فيه من السد ده في حاجة اسمها الاسبيلوي. تمام? طيب. الاسبيلوي ده اللي هو المفيد بتاع السد. المية لما بتبتدي تزيد ده عن منصوب معين? يبقى المية عندي بتبتدي تعدي الاسبيلوي ده. تمام? طيب. مش قلنا المية هتبقى فوق عندي بالشكل ده. صح? طيب. بعد كده ايه اللي هيحصل? المية هتبتدي تنزل بسرعات قليلة. طيب. وفي الاخر في عمكه مية معين انا عاوز اوصله. يبقى عشان يوصل من يبقى لازم يعمل ايه? طيب. مش كل الجزء بتاع ده خرصانة? طيب انا عاوز اخلي الجزء ده صغير على الات ده مقدر. فراح اجي حط هنا ايه? بلوكات عشان اقرب ده ايه? من عشان اقلل الفرشة الخرصانة اللي انا بعملها او الاساسات الخرصانية اللي انا بعملها ل تمام? حد عندنا مشكلة? خمسح? انا بعملها. انا بعملها. انا بعملها. انا بعملها. انا بعملها. طيب. مسألة روكم اربعة. اي رسول? طيب. يبقى انا عندي كان ايه? صح? طيب. البيع عندي بتساوي كان? بتساوي تونتين متر. صح? تفتين. شيط اربعة. شيط تلاتة. شيط تلاتة اوكي. مسألة الرابعة. شيط تلاتة. طيب هي خلات ناشرة. اوان حلات ناشرة. طيب. كمل. هذا هيدروليك جمب. هذا هيدروليك جمب. هذا هيدروليك جمب. وهي الدبس الثاني. اللي هو ال y2. 2.6. متر. طيب. عاوز يمنسؤال. طيب. هو عاوز يحسب. الفلوينج دستشارج. طيب. عشان احسب دستشارج. ده ركتانجلر كروس سكشن. صح? طيب. يبقى دستشارج عندنا. في قوانين قلناها للركتانجلر كروس سكشن. كانت ايه? من ضمنهم. ان اتنين. q² على g. بتساوي ايه? ال y1. y2. مضروبة في. y1. plus a. y2. القانون ده. في حالة ال very wide. or rectangular cross section. بس. طيب. يبقى انا دلوقتي عندي. ال gd بكام? 9.81. وال y1 عندي. بكام? 1.2. y2. 2.6. يبقى المجهول الوحيد هو مين? هو ال q. اللي هو ال discharge. يبقى ال q عندي هتساوي كام? 7.626. متر كيوب. per second. per متر ايه? per متر رن. طيب. هو عاوز ايه دلوقتي? هو عاوز ال q. اللي هو ال discharge. صح? يبقى انا عندي دلوقتي. ال discharge ده. هيساوي ال q. في ال p. يبقى 7.626. مضروبة في ال p. اللي هي ب 12. الكلام ده كام? متر كيوب. per second. تمام? حد عنده مشكلة? طيب. بيقولك ايه? ان انا في المطلوب بيه ده ان ال hydraulic jump هو هو. بس الفكرة ان ال y2 دي اتغيرت بقت ايه? بدل ما هي 2.6 بقت 2 صح? طيب. ايه اللي هيحصل ال specific force عند اتنين? نتيجة ان ال water dips قال. هتقل صح? طب عشان احافظ على ال position بتاع ال hydraulic jump ان هو ما يتحركش. ايه اللي هيحطه? هحط concrete lux تعود الفرق ده. تمام? يبقى كل اللي عندي في المطلوب بيه ان انا عندي نفس ال channel دي. طيب. وحصل hydraulic jump بالمنظر ده كده. بس ال dips هنا هو هو اللي هو كان y1. 1.2 متر. اما y2 دي كانت بكم? قلت من 2.6 بقت 2 متر. اتنين متر. صح? طيب. عشان يحافظ على ال position بتاع ال hydraulic jump زي ما هو. جيه هنا حط ايه? concrete lux. اللي هي ليها force اللي هي الر. صح? طيب. هو عاوز يحسب force اللي على الايه? concrete lux. وهو قالك assuming ان ال store ثابت زي ما هو. يبقى كل اللي هعمله. يبقى انا عندي. ال specific force عنده واحد. هتساوي ايه? ال specific force عنده ال 2. زائد الر. مظبوط. طيب. هو ال specific force عنده واحد. اللي هو. ال hydrostatic pressure force. اللي هو الجاما. area 1. في ال H power 1. زائد ايه? يبقى الجاما. في Q squared. علي. على الجي. في ايه? في ال area. 1. الكلام ده بيساوي ايه? يبقى جاما. area 2. في ال H power 2. زائد جاما. A. في Q squared. على الجي. في مين? في ال area 2. بلاس مين? بلاس ال R. تمام? طيب. يبقى انا دلوقتي عندي ايه? ال area في ال H power. في حالة الرجل. هتساوي ايه? ال area. في ال H power. هي ال area بتساوي ايه? ال P. مضروه في ال Y. صح? طيب. ال H power. اللي هي المسافة من ال A. من ال center بتاع الشكل اللي عندي. لحد الايه? free. اللي هو هي تساوي ايه? Y على ال two. يبقى القيمة ديها هتساوي ال P في Y squared. على مين? على ال 2. طيب. انا ممكن اقسم المعادلة دي كلها على، مين? على القامة. يبقى انا هقسم المعادلة دي كلها على القامة. طيب. يبقى انا دلوقتي عندي. Un debe. في Wkrä. Yد. على ال 2. زائد. يبقى انا دلوقتي عندي ايه? القيمة دي احسابها ازاي? يبقى انا عندي كيو سكويرد مقسومة على الاريا. هي الكيو دي ممكن اشيلها وحط مكانها الكيو سكويرد في البي سكويرد على الاريا اللي هي البي في الواي. يبقى البي دي هتروح مع الاسكويرد صح? يبقى الكيو سكويرد في البي على الواي. مصبوط? طيب يبقى انا دلوقتي عندي انا شيلت الايه? الجامة. يبقى انا عندي واحد على الجي. مضروف في مين? يبقى الكيو سكويرد في البي على واي وان. الكلام ده بيساوي نفس الكلام ده بس المين? واي تو. كيو سكويرد في البي على واي تو. تمام? بلاس ايه? الار على الجام. تمام? طيب. البي عندي بكم? البي عندي باثناشر. الواي وان بوين 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 بوين. الكيو? هو قال لك اسيوم ان هي زي ما هي. يبقى سيفن بوين سكس دو سكس. طيب. نفس الكلام الناحية التانية مع عدل واي تو هتبقى بي ايه? باثنين. يبقى المجهول الوحيد هو مين? هو الار. طب انا عاوز الار دي تطلع بالطن. يبقى الجامة دي عوض عناب كم? واحد طن على الايه? على المتر المكاعد. يبقى ساعتها الارب في الاخر اللي هي الفورس اللي هتتولد في البلوكات دي هتساوي 8.3.5 طن. في مشكلة? امسح? المسألة رقم 6 طيب يبقى انا عندي الارب فيها الارب اللي هو 6 متر كيوب الارب اللي عندي كانت بالشكل ده. البي بتساوي كم? البي بتساوي 2 متر. طيب. الارب اللي حصلت خلال الهيدروليك جمب بتساوي كم? بتساوي 4.21 متر. تمام? طيب. يبقى انا دلوقتي عندي انا عارف الايه? اللي حصلت خلال الهيدروليك جمب. تمام? ومعالد كل اللي انا عاوزه اجيب مين? الواي وان والواي تو. طيب. يبقى انا عندي ارسم للشانل بتاعتي بالشكل ده. يبقى في ده الجزء اللي هو الاب ستريم. بعد كده حصل جمب. بعد كده الجزء الايه? الداون ستريم. يبقى هنا الديبس ده هو عبارة عن ايه? واي وان. والديبس ده هو عبارة عن واي تو. هو عاوز واي وان واي تو. طيب الان عندي كان عامل ازاي? يبقى كان جاي كده نتيجة الجمب حصل لوسز وبعد كده اكمل. يبقى المسافة دي هي مين? هي الاتش لوسز اللي حصلت خلال ايه? خلال الهيدروليك جمب. طيب. هو قل ان الكروس سكشن عندي صح? يبقى احنا كنا قيلين في قوانين معينة لمين? طيب. هو انا عندي كم مجهول? اتنين. يبقى انا ايه? معادلتين. المعادلة الاولانية هستخدم مين? هستخدم الاتش لوسز بتاعة الهيدروليك جمب على طول. اللي هي بتسوي كم? واي تو مينس واي وان كيوب على الاربعة واي وان في واي تو. طبام? بالزبط. اللي قلتلكو عليه مرة اللي فاتت بونس. ماشي? طيب. يبقى انا دلوقتي عندي اللوسز خلال الهيدروليك جمب بتسوي كم? 4.21. يبقى دي الاكوشن ايه? رقم واحد. طيب. الاكوشن التانية. يبقى انا عندي الواي وان بتساوي الواي تو على الاتنين. بالزبط كده يبقى نيجاتف وان بلس سكوير روت واحد زائد تمانية كيو تربية على الجي في الواي ايه? في الواي اتنين كيو. تمام؟ طيب انا عندي وعند الواي اتنين كيو. عذا اتنين بخصوصة بكيو. يبقى انا هنا الكيو دي بتساوي الوايج بلاق regions wholeijeur على الوايج. يبقى 6 على الاتنين هتساوي كم ؟ يجري بلاي terms per second per meter YES. يبقى انا اشيل الوايج دى وحط ما كان كام? ثلاثة. يبقى انا عندي دي الاكوشن ايه? التاني. تمام? حد عنده مشكلة? طيب. انا احل الى اكوشن دول ازاي? هلا اعرف اجيب. اخلي اشيل الواي وان هنا على طول. واحط القيمة دي واي توي. يبقى انا عندي مجهول واحد بس في المعدلة اللي فوق. بس دي ممكن ما تجيش ايه? يبقى الحل الوحيد لحاجه زي كده. تمام? لان الاكوشن بتاعتك هتكون كبيرة. يبقى ان انت تحل الترايل ان ديرو. طيب عشان احل الترايل ان ديرو. يبقى لازم فيه بديله للقالة. يبقى لازم اعرف ده اديه. اعرف اعرف اجيبه ولا لا? بالزبط كده. مش انا عندي في حاجه في النص ما بينها اللي هو اسمها يعني الارتفاع ده بيمثلي مش اقدر اروح احسب اللي هي بتساوي ايه? الجزر التكعيبي لكيو تربيع على الجي. والكيو انا عرفها اللي هي بتلاتة. يبقى انا من هنا اقدر اجيب مين? الواي كريتكال. صح? اتطلع بكم? .971 متر. يبقى الوايت 1 اقل من الرقم ده. والوايت 2 مالها اعلى من الرقم ده. يبقى انا اقدر لما احساء احل ترايل اند ارور يبقى اقدر ادي للقالة انيشيال جس مزبوط. تمام? طيب يبقى انا دلوقتي عندي كل اللي هاجي اعمله ان انا هروح احفرت قيمة للوايت 2. تمام? يبقى انا عندي اول حاجة هكون التابل عندي بالمنظر ده. دي قيمة الوايت 2. طيب بعد مفردت الوايت 2 مش اقدر احسبها من الاكويشن دي. اقدر احسب الواي 1. يبقى اروح احسب الواي 1 من الاكويشن دي. بعد كده يبقى انا عندي الواي 1 والواي 2 اطلع عود بيهم هنا. واشوف القيمة دي اللي انا طلعتها ايه علقتها بالرقم ده. تمام? طيب. لو احنا عملنا الكلام ده يبقى ده اللي هيطلع عندي او الواي 2 باتنين. يبقى انا هاخد الاتنين دي اعوض بيها في الاكويشن دي. هتطلع بكام? بعد كده انا عندي وي 1 وي 2 هروح اعوض بيهم في الاكويشن رقم واحد. يبقى انا اجيب قيمة اللي هو هاجيب قيمة دي. طلعت بكام? 1.37. ايه علقتها بال4.1? ليس? صح? طيب. وهكذا. يبقى اروح افرد قيمة تانية. يبقى انا كل اللي هاجه اعمله هعمل ايه? القيمة دي ملها قليلة. يبقى انا ازود الواي 2. تمام? يبقى الواي 2 دي وليكن اتنين ونص. هروح اعوض في الاكويشن دي. اجيب مين? الواي 1. يبقى الواي 1.265. تمام? طيب. بعد كده هاحسب الوايطلع 4.204. تمام? طيب. ممكن تروح مزود قيمة كمان وتعمل الانتربلاشن. وممكن تاخد القيمة دي. تقول ان الاتنين قريبين من بعد. دي 4.21 ودي 4.204. تمام? طيب. او ممكن تزود قيمة الواي 2 قيمة كمان وتعمل انتربلاشن ما بينه. يبقى احنا هنا جبنا مين? قيمة الواي 1 وقيمة الواي 2. في مشكلة? امسح? محادة اشتركوا في القناة طيب مسألة الرقم 10 يقول لك ايه في المسألة الرقم 10 يبقى انا عندي المتر مكعب في الثاني طيب 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 زي ما احنا شرحنا بيكون حاجة بالمنظر ده يبقى انا عندي ده الجزء افقي جزء السبيل وي وكمل بالمنظر ده كده طيب السبيل وي ده اللي هو بنقول عليه المفيد بتاع السد اللي هو بيصرف المية لو زادت ورا السد عن ايه عن منسوب معين طيب بيرمي المية ديفين في ستيلنج بيزن وفي نفس الويت طمام اللي هو كان كام 12 متر The lake level behind the spillway is 70 متر above datum يبقى انا عندي منسوب المية اللي كان هنا كان كام 70 متر above datum معين هو شغال عليه طيب بعد كده قام The river level down stream is 30 متر above datum يبقى انا عندي اين لحصل ان المية بتادي تنزل من فوق بالشكل ده طيب لما نزلت من فوق بالشكل يبقى انا عندي سرعات ايه كانت كبيرة جدا وعمق المية كان صغير طيب هو بيقول لك ان المنسوب المية down stream في الريفر اللي موجود عندي كان كام كان 30 تمام طيب فدايما اللي بيحصل عندي يبقى المية هنا مشية بسرعات كبيرة ودبس قليل يبقى غالبا ده هيكون ايه super critical flow طيب هيعاوزة تطلع للدبس الكبير اللي موجود في الريفر اللي عندي يبقى ده يبقى لازم يحصل ايه يبقى ييجي هنا ويبتدي يحصل هيدروليك جنب ايه بالمنزر ده كده تمام طيب يبقى عندي الجزء ده او عمق المية هنا ده هقول عليه اللي هو الواي وان او الواي ايه فهد كده عمق المية اللي موجود هنا ده اللي هو واي بي فهد كده عمق المية اللي موجود هنا ده هو عبارة عن ايه يسي تمام طيب هو ايه المطلوب من السؤال هاو عاوز اللي موجود في البيزن اللي بعد يبقى هو عاوز انه منسوب عاوز المنسوب ده تمام حد عنده مشكلة في السؤال هو عاوز يجيب المنسوب ده قد ايه الانفرط اللي هو المنسوب بتاع القاع او المنسوب بتاع البيزن اللي موجود عندي طيب عشان اجيب المنسوب ده انا محتاج اجيب مين الواي سي عشان انا عندي ده تلاتين مينس الواي سي اروح اجيب مين اروح اجيب ده صح طيب عشان احل السؤال ده هعمل ايه عشان احل السؤال انا عندي فيه تلات مجاهيل صح في عندي تلات مجاهيل في السؤال يعني منسوب بتاع الانفرط هو الديتر صح مش الديتر الديتر من ده حاجة موجودة تحت ده الديتر عشان اجيب منسوب الانفرط يبقى انا محتاج اجيب من الديبس ده اللي هو الواي سي يبقى اقول تلاتين مينس الواي سي يبقى اجيبت منسوب ايه الانفرط اللي موجود عندي طيب عشان اجيب منسوب الانفرط يبقى انا عندي الواي ايه والواي بي والواي سي مجاهيل صح طيب يبقى انا محتاج كم معادلة ثلاث معادلات. طيب. مش فيه اول معادلة. انا عندي البي هنا كانت بكم? باثناشر متر. صح? طيب. يبقى انا دلوقتي اول معادلة مش قادر اقول ان الواي اي او المنسوب اللي هو سبعين مينس تلاتين بي ساوي الواي اي مينس الواي سي اللي هو الفرق الجزء ده. صح? يبقى اول معادلة عندي ان الواي اي مينس مين? الواي سي بتسوي كام? سبعين نقص ثلاثين. ليه باربعين. يبقى دي اول اكواشن موجود عندي. تمام? طيب. تاني اكواشن موجود عندي. مش فيه هيدروليك جنب حصل هنا. مش اقدر استخدم المعادلات بتاعت الهيدروليك جنب. اللي هي ان انا اقدر اقول ان الواي بي بتسوي مين? الواي سي على الاتنين. بدي كده نيجاتف وان بلس جزر. واحد زائ التمانية كيو تربيع على الجي في واي اي سي تكيب. محدش يتلغبط ويقول ان دي واي كريتك. تمام? ده الواي عندي السيكشن ده. ده غير الواي كريتك. تمام? طيب. يبقى انا دلوقتي عندي ده قدر احسيبه او لا لا. مش اللي هو هو الكيو سمول. هتساوي الكيو كابتل على البي اللي هو لو تلتمية على كم? تلتمية على الاتناشر. هيطلع كم? خمسة وعشرين يبقى انا اجي عوض بالقيمة دي هنا. يبقى دي كانت بخمسة وعشرين. طيب. يبقى دي المعادلة ايه? دي المعادلة التانية. طيب المعادلة التالتة. بالزبط كده. يبقى انا عندي طبقت ما بين ايه? جبت عليكم ما بين دودة. وهي كده استغلت الهايدروليك جنبو جبت عليكم ما بين ده وده. مش مش اقدر اطبق برنولي ما بين ده وده. صح? يبقى كل اللي هعمله ان هو هقول برنولي ايكوشن بتوين مين? السكشن اي وي بي. طيب. لما اعمل برنولي ايكوشن يبقى انا عندي ايه? الاتنين لهم نفس القيمة صح? يبقى يبقى اعتبر ان ده اللي انا اسمن عنده. يبقى انا عندي هنا الواي اي. بلس. الفي اي تربيع على الاتنين جي. ايكوال ايه? الواي بي. بلس. الفي بي تربيع على الاتنين جي. مظبوط? طيب. مش انا عندي هنا العمق ده بيكون كبير. زي سد العالي. يبقى فيه بحيرة تخزين وراها صح? طيب. بحيرة التخزين اللي ورا دي مش عمق الميا فيها بيكون كبير. وبالتالي السرعات فيها ايه? قليلة جدا. يبقى انا عندي اكله زي خزان كده. يبقى السرعات هنا السرعة دي ممكن اعمل لها ايه? تمام? طيب. مش الفي دي. بالزبط كده. اللي هو الكيو. على الارية عند السمكشن بي? طيب. اللي هي تعمل ايه? الكيو في في البي على الارية اللي هي كم? اللي هي البي في الواي. الواي اللي عندي. اللي هي الواي بي مضروبة في البي. يبقى البي هتروح مع البي يبقى الى هي الكيو. على الو generate عند البي. تمام. يبقى انا عندي من المعادلة دي. يبقى الواي بيتسوى ايه? يبقى الواي بي زاقد كيو تربية على الاتنين جي في مين? في الوي بي تربية. الكيو انا عارفها. الخمسة وعشرين الجي يكون 9.81. يبقى دي المعادلة رقم كم? دي المعادلة رقم ثلاثة. طب عشان نحل الكلام ده مع بعضه. بالضبط كده. يبقى انا هحل ان انا هروح افرد قيمة ومنها اروح اجيبي القيمة التانية ويبقى عندي هي اللي بتشيك بيه. تمام? طيب. يبقى انا دلوقتي عندي. يبقى فيه ثلاث قيم موجودين عندي. طيب. انا دلوقتي عندي لما اجي اعمل هعمله على اساس ايه? الوي كريتكل صح? ان انا عندي هنا هيكون ما بين الاتنين دول في ايه? في قيمة الوي كريتكل. مظبوط. الوي كريتكل اللي هي هتساوي ايه? يبقى الجزر التكايبي لكيو تربيع على مين? على الجي. تمام? طيب. يبقى كل اللي انا حاجة اعمله? هروح اعمل ايه? يبقى اول حاجة ممكن اروح افرد قيمة الوي سي. تمام? طيب لما افرد قيمة الوي سي. هروح اعمل ايه? يبقى من الاكوشن دي. اروح اجيب مين? الوي بي. صح? يبقى من الاكوشن رقم اتنين? هروح اجيب الوي بي. يبقى دي. هاسيوم. هروح اجيب قيمة الوي بي من الاكوشن رقم كم? اتنين. طيب. بعد كده? اروح اجيب الوي ايه من الاكوشن رقم كم? من الاكوشن رقم تلاتة. تمام? بعد كده مش انا عندي المعادلة دي. يبقى انا عندي ايه? قيمة الوي ايه? وقيمة الوي سي? يبقى اطرح الاتنين من بعض? واشوف القيمة دي باربعين? ولا لا? تمام? حد عنه مشكلة? اي مشكلة? اي اسئلة? تمام.